خد بالك احرص على محبة الناس الإنسان العاقل مش هو اللي بيكتر أعداؤه الإنسان العاقل هو الذي يعني يكثر من أحبابه ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس الله ده في عاقل هنا أنه مش مسألة أن أي ربنا سبحانه وتعالى يحبني والناس دول كلهم بقى أنا أسيء معاملتهم ومحبتهم مش مهمة يقول لك لا ده ما فيش عاقل يقول هذا الكلام صحيح إذا تعارض الأمران الناس يحبوا أنك تعمل شيء وربنا يحب أنك تترك هذا الشيء لا أنا أؤثر محبة الله على محبة الناس لا شك لكن هناك أمور ليس فيها تعارض بمعنى أن الله يحب أن أكون حسن الخلق والناس كذلك يحبون أن أكون حسن الخلق الله يحب أن أتحمل أزى الناس والناس كذلك يحبون من يتحملهم الله يحب أن أقبل عزر الناس والناس كذلك يحبون ذلك الله يحب أن أعفو عن الناس والناس يحبون من يعفو عنهم فبيقول لك خد بالك إن العاقل هو اللي يحرص على الاتنين على محبة الله وعلى محبة الناس مدام ما فيش مخالفة لأمر الله عز وجل فالصحابي الجليل اللي سائل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس بعض أهل العلم يقول لم يعتب الله عليه وقال له مثلا تبوا لما تحرص على محبة الناس لا النبي قبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم ودله على الطريقين قال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك تريد أن يحبك الله ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا يعني ما تخليش حب الدنيا يملك قلبك فيخليك تعص ربنا أو تبخل بالواجبات اللي عليك وكان من دعائهم اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا هذا هو معنى الزهد طيب وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك كلما الإنسان استغنى عن الناس وعما في أيديهم يا سلام يرفع شأنه فإذا طمع فيما في أيديهم سقط من نظرهم ولذلك العاقل هو الذي يحرص على محبة الناس محبة الناس نعمة نعمة هي ثمرة محبة الله عز وجل للإنسان الله عز وجل يقول لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين ما رأاه أحد إلا أحبه ده سيدنا موسى عليه السلام وفي الحديث اللي كلنا حفظينه إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إذن محبة الناس هذه نعمة العاقل يحرص عليها العاقل ما يخسرهاش العاقل ما يكترش أعداءه العاقل يكتر أحبابه بالكلمة الطيبة بالسؤال باللفتة الجميلة تهادو تحابو أفشوا السلام بينكم تحابو هكذا العاقل يفعل هذا ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء اللي بتقول له قاطع فلان وقاطع إلا ويجاهد شيطانه الذي يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء طيب خلاص الإنسان حريص على محبة الناس طب إذا حدست وحشة أنا حريص على محبة الناس وفي واحد لا بيقطعني أنا حريص إن أنا أنفع الناس وفي واحد بيضرني أنا حريص إن أنا أحب الناس وفي واحد بيظلمني فبيقول لك ما تزعلش لو حصل ده ليه لأن فيه ثمرة من وراء هذا الأمر إيه الثمرة قال لك الوحشة اللي وضعت بينك وبين فلان دي بعد ما كنت وقت كبير ضائع معه وفي محبته وفي التعلق به وفي 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 ده ربنا سبحانه وتعالى حيوفقك إنه يجعل هذا الوقت وهذا التعلق به وحده سبحانه وتعالى إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به إيه الأنس ده بقى؟ قالوا الأنس بالله هو السرور بمحبة الله السرور بتعلق القلب بالله عز وجل التلزز والتنعم بطاعة الله سبحانه وتعالى التلزز والتنعم بالخلوة بالله عز وجل إن الإنسان يجد في قلبه راحة وسكينة وهو يناجي رب العزة سبحانه وتعالى ويتفكر في خلقه ويدعوه ويطلب منه ويشكو له همه هذا كله يدخل تحت باب الأنس بالله عز وجل إنه يشتاق إلى لقاء الله عز وجل وإلى جنة الله سبحانه وتعالى فيأنس برحمة الله عز وجل حتى قالوا الأنس بالله عز وجل ينشأ من التفكر في صفات الجمال لله سبحانه وتعالى يتفكر أن الله تعالى رحمن أنه تعالى رحيم أنه غافر الذنب وقابل التوب أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أنه سميع قريب من عباده القرب ده بيجعل الإنسان يأنس يأنس يعني أنا مش لوحدي أنا معي ربي سبحانه وتعالى فيه أنس كده بالله سبحانه وتعالى بيتونس بالله سبحانه وتعالى يقول لك حتى لو الناس كلها قطعتني ولا أنا معي ربي سبحانه وتعالى ولذلك كان بعض السلف كان يجلس وحده كثيرا يتفكر ويذكر الله عز وجل يقولون له ألا تستوحش أنت مش حسس بوحشة وانت كده معتازل عن الناس والناس قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني أحس بوحشة إزاي وأنا أذكر ربي والله تعالى جليس من ذكره أنا معه يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يبقى أنا في معية الله سبحانه وتعالى كيف أشعر بوحشة وكيف لا أستأنس بالله سبحانه وتعالى هذا يعني معنى بسيط لمعاني الأنس الكبير معاني الأنس بالله عز وجل ترجمة نانسي قنقر